بسم الله الرحمن الرحيم محزب التكاليف وإدارية واحد حسب 310 الوحدة الرابعة نظام التكاليف على أساس النشاط Activity Based Costing ABC المحتويات هذه الوحدة نظام التكاليف على أساس النشاط المفهوم أبعاد نظام التكاليف على أساس النشاط أسباب التحول إلى تخصيص التكلفة حسب الأنشاط مقارنة بين تخصيص التكلفة حسب المنتجات وحسب الأنشاط مسببات التكلفة مراكز التكلفة في ضوء نظام التكاليف على أساس النشاط نظام التكاليف على أساس النشاط المزايا الخاصية الدرجية للأنشطة مثلة تطبيقية نبدأ مع نظام التكاليف على أساس النشاط المفهوم Activity Based Costing ABC Concept نظام التكاليف على أساس النشاط المفهوم ABC Concept ظهر هذا النظام خلال منتصف عقد 800 من القرن التاسع عشر الميلادي كمنهج حديث لتخصيص التكلفة كمنهج حديث لتخصيص التكلفة أطلق عليه نظام التكاليف على أساس النشاط ويعتمد على التخصيص حسب الأنشطة المسببة لحدوث التكلفة بدلا من التخصيص وفقا للمنتجات ولقد عرفت الجماعية الدولية للتصنيع المتقدم The Consortium for Advanced Manufacturing International نظام التكاليف على أساس النشاط ABC بأنه طريقة للتعرف على علاقة السببية التي تستخدم في تحديد مسببات التكلفة الـ Cost Drivers للأنشطة المستهلكة للتكاليف عن طريق قياس التكاليف والأداء للأنشطة المرتبطة للأنشطة المرتبطة بالعمليات وموضوعات القياس التكاليفي الـ Cost Objects لذلك يتم تخصيص التكاليف على الأنشطة بناء على ما تستهلكه تلك الأنشطة من موارد أبعاد نظام التكاليف على أساس النشاط Activity Based Costing ABC Dimensions النظام التكاليف على أساس النشاط له بعدين البعد الأول ويمثل كيفية إلصاق وتخصيص التكاليف على موضوعات القياس التكاليفي ويمثله المحور الرأسي في الشكل التالي لأبعاد نظام التكاليف على أساس النشاط البعد الثاني ويمثل الرقابة على العمليات التي تمثل العلاقة التشابكية بين الأنشطة وتوفير مقاييس الأداء ويمثله المحور الأفقي في الشكل التالي لأبعاد نظام التكاليف على أساس النشاط العلاقة بين البعدين العلاقة بين البعدين تمثل كيف امتد نظام التكاليف على أساس النشاط من إطار التركيز على منهج إلصاق وتخصيص التكاليف إلى الإدارة على أساس النشاط Activity Based Management نشوف الشكل ده في البعد الرأسي الموارد Resources عن طريق مسببات استخدام الموارد Resource Cost Driver بنخصص على الأنشطة Activities بالموارد تخصص على الأنشطة بناء على مسببات استخدام الموارد والأنشطة بناء على مسببات استخدام الأنشطة Activity Cost Driver بنخصص على موضوع القياس التكاليف اللي هو Cost Object يبدأ المحور الرأسي اللي هو كيفية إلصاق وتخصيص التكاليف ده اللي هو يمثل البعد الأول كيفية إلصاق وتخصيص التكاليف موارد تخصص على أنشطة أنشطة على موضوعات القياس التكاليف البعد الأفقي مسببات التكاليف الـ Cost Driver أنشطة مقييس الأداء Performance Measures ده يمثل البعد الأفقي اللي هو كيفية الاستفادة من المعلومات التي ينتجها نظام ABC لـ ABCM ممتل البعد الأفقي